فضلا وليس امرا لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد واذا اعجبك الفيديو اضغط لايك اللي بقول لكم يا تتوقعون صار لكم او بيصير لكم سمو القصة يوم الايوم جاتني شكوى من محكمة في الدوادمي ان علي قضية حق واحد رسالة جاء تانية ووقف خدمات في محكمة الدوادمي الدوادمي عمري ما طبيتها في اسرع ما يمكن رحت على طول الى الدوادمي رحت عرفت مصدر رسالة رحت الى المحكمة بحث وحاولت اعرف الشكوى منين جاي شنو القضية شنو الموضوع ما بعد اعرف راحظ اني انا من الدمام والدوادمي عمري ما طبيت ولا اعرفه يعني لاقيت شوي تعب علشان اوصل هناك طيارة من طيارة السيارة وا 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 على كل حال اطلعت القضية قال لي في دعوة عليك من فلان فلان من الناس طبعا اسم بالنسبة لي مجهول تماما ما اعرفه اطلاقا انه هو مدي عليك انك انت مستلم او هو محول لك فلوس عربون 2500 ريال قيمة سيارة وهو الان يطالب بالسيارة ما عرفان الشخص ولا عمري بعد سيارة ولا 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 ما فهمت شي حاولت استوضح قال لي هذا رقم خصمك وتواصل معاه خدت الرقم رقم مجهول بالنسبة لي اتصلت عليه قلت انت فلان فلان قال لي ايه نعم قلت انا معاك مصطفى كذا كذا بدأي حسيت انه هو من قهر وزعلاننا انا نصبت عليه وكذا يا الله اقنعت انه هو يجي المحكمة تفاهم معاه علم انه ما كان راضي قابلت معاه قلت لش تسالفة قال لي انا كنت اتصفح الموقع الفلاني وعجبتني السيارة وتواصلت معاك من خلال معرفتي ابك في الموقع يعني هو يقول لي من خلال الموقع واتفق معايا على السيارة على المبلغ وانا يقول انا عطيت رقم حسابي قلت هذا حول العربون نزيل واليوم الفلان يتقابل معاك ونخلص السيارة قلت لانا انا ما اكلمتك ولا عارفك ولا اسمك اصلا غريب علي اول مرة اشوفك وانا ما بيعو عشرة في السيارات قام طلعي صوت لي دعا قال لي هذا اسمك وحسابك قلت لان شين مطلوب قال مطلوب يا السيارة اترجع فلوس يا كنت السيارة ما بيعواجشة هم ما مشت وبعد سيارات اصلا فلوسك هذا فلوسك رحت البنك والله فعلا الفلوس موجودة يعني انا ناسي اصلا متوا الفلوس موجودة كنت احي مو بالمطلوب ان احنا ارجع فلوسك وتخلص القضية قال لي اي طبعا بعد ما حاولنا قنعة ساحبت الفلوس رحت معاها المحكمة رحنا حق القاضي قلت له هذا اللي مشتكى علي وهذا فلوسه وانتهي الموضوع قال له هذا فلوسك نعم وهذا حقك نعم انتهت الشكوى انرفعت الموضوع وخلص انتهينا لحد الحين انا في الدوادمي الدوادمي عمري ما رحت ضربت مشوار الى الدمام على كل حال عقوب ما خلصت وكل شيء جيت مسكت هالولدنا اللي هو مشتكى علي طولت اتحقق من اسألة الرجل كان صحيح والعملي كان صحيح وكل شيء اللي صار انه ايش انا حاولت افهم الموضوع طبعا قلت يمكن الرجال ينصب عليه استبحث الرجالي هذا رجعت الدمام خلصت القضية وكل شيء رجعت الدمام وانا تميت افكر فترة طويلة حاولت ابحث استعنت او رحت عفوا الشرطة الجرام الالكترونية المحكمة مواسنق حاولت عارف يعني الموضوع يعني كلهم بالنسبة لهم يعني القضية مجهولة ولا في احد مشتكي انما بس بتروح تستفسر ما تستفي اخيرا عرفت المشكلة واللي هي اللي انا الحين بحط اللي هي الزبدة الحين ذي اللي ممكن كلكم تكون عرضة حق ذلك طالما عندك حساب في البنك انت عرضة حق ذلك شن هي نصاب مجهول شاف لها ضحية اقنعة من خلال انترنت انه هو بيبيع عليه سلعة مثلا سيارة وقام حول قال لها عطنا العربون العربون وين يحاول في الحساب انزين حساب منه طبعا ما بيعطي حساب للنصاب جاب حسابي انا طبعا شران جاب حسابي معلومات ما عدري يعني اهو يشتغل في بنك اهو عنده طريقة ما اهو سبق وحول لي ما ادري بالضبط على كل حال اهو اعطى الضحية رقم حسابي انا على شان الضحية يحول الحساب يحول الفلوس في حساب بعد ذلك شن خطأ التالي يجي النصاب يتصل علي يقولي يا ابو محمد احنا حولنا فلوس في حسابك بالخطأ الله يخليك حولها لنا على اي حساب يقوم اهو يعطيني حساب اخر اوكي عاد طبعا يكون محلي او دولي وفي هالحالة يكون النصاب نصب على مسكين ذاك اللي فيه الدوادمي واستخدمني انا كجسر او طريق للعملية